تدريبات كراسة كتاب الامتحان على درس تآكل طبة الأزون والاحترار العالمي رقم 1. ادرس المخاطر التالي ثم اجب عم يالي 1. اذكر خطوات تكوين غاز الأزون رقم 1. تمتص جزئات غاز الأكسجين الأشعة الفوكة بنفس جيدة. العشعة مين الفوكة بنفس جيدة دي اول خطو. اتنين تنكسر الربطة في كل جزء اكسجين لتعطي زرتين اكسجين حرتين يعني تو او ثلاثة تتحد كل زرة اكسجين حرة او مع جزء اكسجين او اربعة اتكون جزء جزيئات غاز الأزون او سري اتنين اكتب المعادلات الموزونة ادل على خطوات تكوين غاز الأزون او العشعة الفوكة بنفس جيدة او زائد او او زائد او تو بينتج او سري غاز الأزون اتنين اكمل العبارات الاتية بما يناسبها من وحدات القياس التالية واحد يقاس الحجم الزري بواحدة نقط بواحدة مين براف البيكو متر البيكو متر بسوات ايه واحد في عشرة وستسالة باتناشر متر اتنين يقاس الضغط الجوي بواحدة البار تلاتة يقاس الطول الموجي الأشعة فوكة بنفسجية بواحدة النانو متر اربعة تقاس درجة تأكل طبقة الأزون بواحدة الدوبسون تلاتة تعد طبقة الأزون من درع واقي للكائنات الحية على صحة الأرض في ضوء العبارات السادقة اجب عن ما يلي واحد في اي طبقات الغلاف الجوي توجد طبقة الأزون ولماذا؟ صح طبقة الستراتو سفير طيب ليه؟ لأنها أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي تحتوي على كمية مناسبة من غاز الأكسجين الجين تقابل الأشعة الفوق بنفس جين اتنين ما سمك طبقة الأزون في معدل الضغط ودرجة الحرارة صح؟ ثلاثة ملي متر ثلاثة ما المقصود بالثقب الأزون صح؟ تأكل في طبقة الأزون فوق منطقة الكتب الجنوبي للأرض أربعة اذكر ملوثات طبقة الأزون مركم واحد مركبات الكولورو فلورو كاربون مركبات الكولورو لورو كاربون اتنين الهالونات ثلاثة أكسيد الناتروجين أربعة غاز بروميد الميصايا خمس أكمل يزداد تأكل طبقة الأزون فوق منطقة نقط صح؟ الكتب الجنوب في شهر سبتمبر من كل عام أربعة كارن بين أنواع الأشعة فوق البنفسجية السلاس الأشعة فوق البنفسجية القريبة الطول الموجي كام؟ من تلتمية وخمستاشر إلى ربعمائة نانو متر طيب المتوسطة من تلتمية وثمانين إلى تلتمية وخمستاشر نانو متر طيب الأشعة فوق البنفسجية البعيدة من مية إلى ميتين وثمانين نانو متر طيب مال نفسها من طبقة الأزون الأشعة فوق البنفسجية القريبة بتنفز بالنسبة مية في المية تنفز بالنسبة مية في المية طيب المتوسطة لا تنفز وأن لا تنفز يعني إيه؟ يعني تمتص بالنسبة خمسة وتسعين في المية طيب البعيدة لا تنفذ. بنسبة مية في المية. احسب النسبة المقوية لتاكل طبقة الاوزون في احدى المناطق. اذا علمت ان درجة الاوزون فيها ميتين وعشرة دوبس. طيب. درجة تاكل طبقة الاوزون في منطقة ما. تساوي ايه? درجة الاوزون الطبعي. ناقص درجة الاوزون في المنطقة. يعني بتساوي طبقة كام? تلتمية دوبس. ناقص المغود كام? ميتين وعشرة دوبس. يساوي كام? تسعين دوبس. طيب النسبة المقوية لتاكل طبقة الاوزون بتساوي درجة تاكل الاوزون في مية على درجة الاوزون الطبعي. يعني بتساوي. تساوي. في مية على تلتمية. صفرين مع الصفرين. تساوي تلاتة تساوي كام? تلاتين في المية. ستة اذكر استخدامات كل من. ركم واحد. مركبات الكولورو فلورو كاربون. ركم واحد. مادة نافخة. نافخة. في صناعة الفوم. مادة مبردة. في اجهزة التبريد. مادة دافعة. دافعة. في رزاز الايروسولات. مادة مزيبة. في تنظيف شرائح الدوائر الالوتروني. اتنين. لاز بروماتي. مبيض المسيل. بيستخدم كمبيض حشري. مبيض حشري. في حماية مخزون المحصيل زراعي. طيب الهليونات تستخدم في اطفاء الحرائق. التي لا تطفق بالماء. مثل حرائق البترو. سبعة. علم. وقف انتاج طائرات الكونكورد. رغم ان سرعتها تفوق سرعة السود. لان عوادمها تحتوي على الكسيد النيتروجين. التي تسبب تآكل طبقة الازون. ما المقصود بكل من واحد زاهرة الاحترار العالمي. الاتفاع المستمر. الاتفاع المستمر. في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الارض. الاحتباس الحاري. الاحتباس. القشعة. تحت الحمراء. في التروبوسفير. نتيجة. الارتفاع. نسب. الغازات. الدفيقة. اتنين عالي ما يأتي. واحد. زيادة نسبة غاز سانوكسيلكربون في الغلاف الجوي. في الاوينة الاخيرة. بسبب مين? التزايد. المستمر. في قطعة. وحرق. اشجار. الغابات. وحرق. الوقود. الحفري. اتنين. تعرف زاهرة التباس الحاري بأثر السوبة الزجاجية. لان عند ارتفاع. نسبة الغازات. الدفيقة. في الجو. فان الغلاف الجوي. يكون بدور مشابه. لزجاج. في عمل السوبة. الزجاجية. تلاتة. لا تستطيع بعض الاشعة تحت الحمراء النفاذ من الغلاف الجوي الارض. الى الفضاء الخارجي. بسبب. كبر. طولها الموج. سبب مين? كبر طولها ايه? الموج. تلاتة. سوب متى توخط. واحد. تحدث ظاهرة الاحترار العالمي نتيجة زيادة نسبة غاز الاكسجين في الغلاف الجوي. غاز مين? سانوكسيدي الكربون. اتنين الاشعة تحت الحمراء لتأثير كيميائي. تأثير ايه? حراري. التأثير الكيميائي مين? صح الاشعة. فوقه البنفسجين. اربعة. اسكر ثلاثة فقط من الغازات الدفئة. مركبات الكلورو فلورو كربون. وغاز سانوكسيدي كربون. وبخار الماء اتش تو او. واكسيد نتروز ان تو او. وغاز مين الميسان سي اتش فور. خمس. ما هي الى? ركم واحد. غرق المدن الساحلية. واختفاء بعض الحيوانات الكطبية. طيب ركم اتنين. تغيرات مناخية حادة. وده بيؤدي الى ايه? حدوث تكرار. تكرار. الاعصير الاستوائية. والفيدانات. المدمرة. موجات الجفاف. وحرائق الغابات. نموزج المتحان على الوحدة الثانية. اجب عن جميع الاسئلة الاتية. الف. اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاجابات معطاق. واحد. طبق طبقة الازون الاشعة فوق بنفسجية. نقط بنسبة مئة في المين. قلنا طبق يعني ايه? يعني لا تنفز. يبقى مين? صح? المعيد. اتنين. كل مما يأتي من غازات الدفيقة. عادة? طبعا غاز مين? الاكسجين. ركم الف. تلاتة. يستخدم جهاز نقط بتحديد ارتفاع تحليق الطائرات بمعلومية الضغط الجو. طبعا جهاز. صح? الالتمتر. ركم بين. اربعة. من خريطة الضغوط الجوية المقابلة مع القيمة التقريبية للضغط الجوي عند المنطقة زد. طيب المنطقة زد دي موجودة فين? اهي. موجودة ما بين الف وستة وكام و الف واربعة. يعني في النص ما بين الف وستة و الف واربعة. يعني هتكون اكبر من الف واربعة واقل من الف ايه وستة. برقم ايه? رقم باق. باق. اذكر الرقم الدان على كل مما يلي. واحد. ارتفاع الغلاف الجوي الف كيلو متر من فوق سطح البحر. اتنين درجة الحارة عند نهاية التروبسفير سالب ستين درجة مقوية. جيم. ما النتاجة بترتبة على الاسراف في استخدام غاز كمبيد حشري. بما على تاكل طبقة الازون. اتنين ظاهرة الاحترار العالمي. تؤدي الى انسهار الجليد عند القطبية. مما يؤدي غرق المدنة السحلية واختفاء بعض الحيوانات الكتبية. طيب اتنين طائرات مناخية حادة ومن مظاهرها تكرار العصير الفيضانات الجفاف حرائق الغباد. السؤال الثاني الف سوب مدع تاوي خط. واحد. الاشعة فوقها بنفسجية زيت اثر حراري. زيت اثر ايه? كيميائي. الحراري اللي اتحت ايه? الحمراء. اتنين تنتج الهليونات من احتراق وقود الطائرات الاسرعة من الصوت. اكاسيد النيتروجين. اكاسيد النيتروجين. اكاسيد النيتروجين. اذا كانت درجة الحمراء عند سفح جبل واحد وتلاتين درجة مقوية. وعنده قمته سالب تمانية درجة مقوية. هي ان ارتفاع الجبع يكون حوالي اربعة كيلو متر. طيب الارتفاع يساوي ايه? فرق الدرجتين على ستة ونص. يعني الدرجة عند السفح واحد وتلاتية. ناقص. ناقص تمانية. على ستة ونص. ناقص ناقص يعني ايه? يعني زيت. يبقى تسعة وتلاتين على ستة ونص تساوي كم? تساوي ستة كيلو متر. باء ماء المقصود بكل من. زي هذا شايفة قطبي? ستائر ضوئية. ملونة مبهرة. ترى عنده القطبين الشمال وجنوب. تقبل ازون تاكل. في طبقة الازون. فوق منطقة الكدب الجنوبي في الارض. من الشكل المقابل واح ما سابق ارتفاع درجة الحارة في الزجاجة اتنين عن الزجاجة المواحد تتبقى تساعد غاز ثاني وكسير الكربون. اتنين ما اسم الزاهرة التي تعبر هذه التجربة عن احد اسبابها? صح. زهرت مين? الاحتباس الحراري. والتي تؤدي لايه? ايه الاحترار علىنا? السؤال الثالث. اذكر اهمية وحيدة لكل من? الفريونات. مادة نافخة. في صناعة مين? احبوات الفوم. او مادة مبردة. جهزة تابرينت. طبقة الازون بتحمي الارض من الاشعة الفوكة البعيدة ومعظم المتوسطة ذات الاسر ايه? الكيميائي. الاكسوسفير بتزبح فيها الاقمار الصناعية. والاقمار الصناعية صدنا في ايه? بالتعرف على الطاقس. والاتصالات اللاسلكية عبر الكراءات. باق علم ياتي واحد. التزايد المستمر في نسبة غاز ثاني اكسير الكربون في الهواء الجوي. سابق ايه? التزايد المستمر في قطع وحرق اشجار الغابات. وحرق الوقود الحفري. اتنين ظهور جليد على كمة جبل ارتفاعه اربعة كيلو متر. عندما تكون درج الحارة عند سفحه ستة وعشرين درجة مقوية. طيب لو هنجيب ايه? معدل الانخفاض في درج الحارة تساوي. اربعة في ستة ونصر. تساوي كام? ستة وعشرين درجة مقوية. درج الحارة عند الكمة بتساوي ستة وعشرين. نقل ستة وعشرين تساوي كام? سفر درجة مقوية. بتجمد الماء لاندر حارة كام? سفر درجة مقوية. وصفر درجة بتجمد اتنين الماء. جيم? من الشكل المقابل اكمل. واحد. قيمة الضغط الجوي تكون اقل لما يمكن. عند النقطة صح. بي. وزليك بسلب نقص طول عمود الهواء. بالتاني نقص ايه? نقص وزنه. اتنين درج الحارة عند النقطة نقطة اكبر من درجة الحارة عند سطح البحر. عند النقطة دين? كلما ارتفعنا الى اعلى بتقل درجة ايه? الحرارة. كلما نخفضنا الى الاسفل تزداد درجة الحرارة. السؤال الرابع. الف. احسب النسبة المقوية لتاكل طبقة الايزون في احدى المناطق. علما بان درجة الايزون فيها تلاتين دوسر. طيب. اللي او هنجيب مين? درجة تاكل الايزون. بتسوي ايه? بتسوي ايه? درجة الايزون الطبعية ناقص درجة الايزون في المنطقة. يعني تلتمية. ناقص تلاتين بتسوي كم? ميتين وسبعين دوبتس. طيب النسبة المقوية لبقى النسبة المقوية. بتسوي ايه? بتساوي. درجة التاكل الايزون الامتين وسبعين في مية على تلتمية. سفرين مع السفرين. ميتين وسبعين على تلاتة سوكم تسعين في المية. سوكم تسعين في المية. بقى اكتب المعادلات الرمزية الموزولة التي تعبر عن دور الاشعة فوق بنفسجية في تكوين غاز الوزوم. طيب. الاشعة فوق بنفسجية. تنكسر الى زارتين حورتين. جزء الاكسجين زائل زارة اكسجين بينتج او سري. الى من تنسب كل من الاعمال التالية. واحد اكتشاف وجود حزمان مغناطسيان يحطان بكوكب الارض. صح. افان. اتنين. تقدير درجة الاوزون الطبعية. دابس. دايل. الشكل المقابل ما عبر عن التغييرات الحادثة في طبقات الاغلاف الجوي. اذكر الرقم الدان على الطبقة. واحد. التي تحلق الطائرات في الجزء السفلي منها. صح. رقم ايه? اربعة. الستراتوسفير. اتنين الاقل في درجة الحارة. صح. رقم اتنين. الميزوسفير. اسئل الكتاب مدرسي. واحد اكتب المفهوم العلمي. الدان على كل من العبارات التالية. الحد الفاصل بين الستراتوسفير والميزوسفير. والذي تثبت عنده درجة الحارة. صح. الستراتوسفير. اتنين طبقة مشحونة. تنعكس عليها موجات الراديو. صح. الايونو. سفير. تلاتة مكون من مكونات الوالي في الجوي. ارتفعت نسبته في الاعوام الماضية الى تمامية وثلاثين من الف. سيني وسيل الكربون. اربعة. نوع من الاشعة فوكة بنفسجية. تمتصها طبقة الازون بنسبة مية في المية. الاشعة. فوكة. البنفسجية. البعيدة. اتنين اكمل العبارات التالية. واحد. اعلى طبقات الغلاف الجوي. من حيث درجة الحارة نقط. الثيرموسفير الف ومئتين درجة مقوية. بينما اكل لها الميزوسفير تستالب تسعين درجة مقوية. اتنين. تحدث كافة الزواهر الجوية في اول طبقة. التروبوسفير. بينما تدور الاكمار السماعية. في صحفين. في الاكسوسفير. تلاتة. الاشعة فوكة بنفسجية. زي تأثر كيميائي. بينما الاشعة تتحمراء زي تأثر حراري. اربعة. من ملوسات طبقة الازون. مركبات نقط. المستقدمة في اجهزة التبريد. الكولورو. كاربون. ومركبات نقط المستقدمة في ادفاع الحرائق. صح. الهالونات. تلاتة. اوضح بمعادلة الرمزية فقط. دور العشعة فوكة بنفسجية في تكوين غاز الازون. عشعة فوكة بنفسجية. او زاد او. او زاد او. بيانتج او سرين. اربعة. اعلن القائد الطائرة ان الضغط الجوي خارج الطائرة تسعين ميلي بار. في اي طبقات الولاف الجوي كانت تحلق الطائرة. ولماذا? في الستراتو سفير. ليه? لان بداية الضغط الجوي في الستراتو سفير مية. وان هيتها كان واحد ميلي بار. يبقى ميت ميلي بار وهيتها كان واحد ميلي بار. خمسة قارن بين الميزوسفير والثيرموسفير من حيث درجة الحارة والاهمية والضغط الجوي. طيب الميزوسفير كان سالب تسعين درجة موية. طيب الاهمية بتحمل ارض من الكتلة السخرية مكونة ايه? مكونة الشهب. الضغط الجوي واحد من مية ميلي بار. طيب اثر الموسفير الف ومئتين درجة موية. يعني الاعلى في درجة الحارة. الاهمية الجزء العين منها بيحتوى على ايونات مشحونة يسمى الايونوسفير. بيلعب دور مهم في الاتصالات اللاسلكية. طيب الضغط الجوي بيكون اقل من الضغط الجوي في الميزوسفير. نموذج تركمي على الوحدتين الاولى والثانية. السؤال الاول. الف. اختر الاجابة صحيحة من بين الاجابات المعطاة. واحد. الشكل المقابل يعبر عن طبقات الغلاف الجوي. ما اللازم يسئل كل من المنطقة سين. ودرجة الحارة صاد وقيمة الضغط الجوي عين. سين. برافق الست راتبوط. طيب ساد سالب ستين درجة مقوية. وعين ميت ميلي بار. يا رقم ايه? رقم بقى. نين تعتبر الاشعة التي طولها الموجي متين وتسعين نينو متر من الاشعة فوقها بنفسجية. طبعا ايه? المتوسطة. ليه? المتوسطة ما بين متين وتمانين الى تلتمية وخمسة عشر نانو متر. تلاتة نقاط في لز كولوي. مستوى الطاقة الاخير في زراته هو المستوى ام. كي ال ام. وكولوي يعني مستوى اخير في كام واحد يبقى اتنين تمانية واحد يبقى زر كام حداشر. بالان ايه? اربعة. تنفذ الاشعة فوق بنفسجية المتوسطة. من طبقة الاوزون بنسبة نوع في المئة. تنفذ بنسبة كام خمسة في المئة. تمتص بنسبة خمسة وتسعين في المئة. بقى اذكر اهمية كل من? واحد. النتروجين ومسال حفظ كرانية العين. اتنين اميزو سفير. حماية الارض من الكتع السخرية. القادمة الفضاء الخارجي مكونة ايه? مكونة الشهب. جيم اذكر الفرقة واحدا بين كل من واحد. الاكاسيات الحمضية والاكاسيات القاعدية. الاكاسيات الحمضية محللها تحمر صبغة عباد الشمس ابنفسجي ايه. اما الاكاسيات القاعدية محللها تزرق. صبغة عباد الشمس ايه? ابنفسجي اه. اثنين البار والدوبسون. البار وحدة قياس الضغط الجو. الدوبسون وحدة قياس درجة الاوزون ممتص. سؤال الثاني. اكمل الابارات الاتية بمناسبة. واحد. يندمج الغلاف الجوي بالفضاء الخارجي في منطقة تسمى الاكسوسفير. تسبح فيها الاكمار الصناعية. اثنين زيادة تركيز عنصر نقط في مياه الشرب تؤدي الى موت خلال مخ. الرصاص. بينما زيادة تركيز عنصر نقط فيه تؤدي الى فجدان البصر. الزئبق. اكتب معادلة رمزية الدلة على تفاعل غاز الكولور مع محلول بروميد البوتاسيوم سي ال تو زائد تو كي بي ار. تو كي سي ال زائد بي ار تو. جيب ما النتائج بترتبع على كل مما يأتي. واحد ارتفاع درجة حرارة الارض. يؤدي الى ايه? انسهار الجليد عند الكتبين. مما يؤدي الى غلقة من مدن السحلية واختفاء بعض الحيوانات الكتبية. اتنين تقريب شازية متقدة. الغاز المتصاعد فوقها المسعد في جهاز تحليل الماء كهربيا. بيزداد توهج الشازية المتقدة. ليه? لان غاز الاكسجين يساعد على ايه? على الاشتعاء. السؤال الثالث. واحد اشعة زاتة طول موجي كبير ولا تأثير حراري ولا تستطيع النفاذ من الغلاف الجوي الاشعة تحت الحمراء. اتنين عالم كومة بتصحيح الاوزان الزرية المقدرة خطأ لبعض العناصر مندليف. تلاتة نوع من البرمترات يستخدم في تحديد الطاقس المحتمل اليوم بمعلومية الضغط الجوي الانروايد. باعد الشكلين التاليين ثم اجب على المطلوب اسفل كل منهم. ما اسمه الجهاز المبين بالشكل. جهاز فولتامتر هوفمان. اتنين اكتب المعادلة المعبرة عن هذا التفاعل. سي زاد او تو. فوجود حرارة بانتوج سي او تو. سنو سي كربون. جيم ركب الشخص منطاد. ومعه زجاجة مياه. وكانت درجة الحرارة ستة وعشرين درجة مقوية. ثم صعدة لاعلى الى ارتفاع اربعة كيلو متر. فهل تجمد الماء في الزجاجة ام لا مع بيان السبب? طيب. لو لها نجيب ايه? معدل الانخفاض في درجة الحرارة. يعني اقول اربعة في ستة مص. تساوي ستة وعشرين درجة مقوية. طيب. درجة عن القمة ستة وعشرين. نقل ستة وعشرين تساوي كام? صفر درجة مقوية. يبقى هنا اصال ايه? يتجمد الماء. يتجمد الماء في الزجاج. ليه? لان درجة الحرارة صفر درجة مقوية. وهي درجة تجمد ايه? الماء. السؤال الرابع. ادرس الشكل المقابل الذي يمثل مقطع من الجدول الدور الحديث ثم اجب. واحد. ما اسم المجموعة التي ينتمي اليها العنصر? ايه? موات مئين صح? في الزجاج الاكل ايه. اتنين. احسب العادل الزري للعنصر بي. طيب. عندي ايه? العادل الزري كام? تلاتة. يبقى زوج الزري كام? صح? عادل الزري حداشر. والدورة التالتة. وين مجموعة واحد? ايه? يبقى اتنين. تمانية واحد. يبقى كام? حداشر. تلاتة. ما فئة العنصر ايه? طبعا عناصر فقه مين? صح? دي. ليه? لان العناصر الانتقالية بيبدأ زهورها من الدورة الرابعة. يبقى الفقه دي. اربعة. اسكر الحرفة الده لعلى. انشط هذه العناصر كيميائيا صح? العنصر مين? دي. با عام لما يأتي واحد. شزوص خواص الماء. بسبب وجود الربطة الهايدروجينية. بين الجزئات الماء. اتنين يفضل الطيرون التحليق بطائراتهم في بداية الستراتوسفير. لانه خالي من الغيوم والاترابات الجوية. جيم. اذكر اهم ملوثات طبقة الازون. مركبات الكولورو فلورو كربون. والهلونات. وكسيد النتروجين. وغاز بروميد الميسايل.